يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الإقامة في بلاد الكفر السؤال عن هذا الأمر وزيادة عليه على الناس الأمريكان الذين هم مسلمين الأمريكان الذين في الأصل هم أمريكان المسلمين هل يجب عليهم الهجرة من هناك وهل من شك في ذلك لهؤلاء قال تعالى لم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها لكن قبل سؤالك الأخير شطر الأول منه ما أدري أن تثابت على سؤاله فنجيب عنه والله أكون شاكر لو تجيب بارك الله أنا في اعتقادي أن الشطر الأول من السؤال يفهم ضمنا من الجواب عن الشطر الثاني منه لكن لعله من الأفضل بيان ما جاء في السنة من الأهاليث الصحيحة التي تحذر المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر هناك في العلم الفقه والأصول قياس يسمى بالقياس الأولوي إذا كان أهل البلد ولادة ووراثة إذا ما أسلموا وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام فمن باب أولى من كان على العكس من ذلك ولد في بلاد الإسلام ونشأ وتربى أنه لا يجود له أن يسافر ولا أقول أن يهاجر إلى بلاد الكفر هذا من باب أولى لكن مع ذلك أقول الأحاديث جاءت تترة لتنهى المسلم من أن يسافر إلى بلاد الكفر فمن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بأوجد عبارة من جامع المشرك فهو مثله والمجامع هنا المصود المخالطة أي المساكنة وجاءت أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى بأوضح عبارة فيقول عليه الصلاة والسلام المسلم والمشرك لا تتراء نارهما المسلم والمشرك لا تتراء نارهما هذا كناية عن أنه يجب على المسلم أن يكون مسكنه بعيدا عن مسكن المشرك لأن العرب من عادتهم أنهم كانوا يخدون النار أمام دورهم أمام خيابهم فيتراء النار للقادم من بعيد فكأن الرسول عليه السلام يقول للمسلم ابعد ابعد ما استطعت عن أن يرى نارك الكافر المشرك المسلم والمشرك لا تتراء نارهما يؤكد أيضا هذا حديث ثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين هذه نصوص واضحة جدا أنها تؤكد أنه لا يجود المسلم أن يسكن بين ظهراني المشركين والحكمة من ذلك واضحة جدا ليس من الناحية المنطقية أو العقلية أو التجوبية لأن هذا أمر سانوي بالنسبة للنصوص النقلية فهناك بعض الأحاديث التي يمكن أن يعتمد عليها لأخذ جواب سؤال قد يتبادل لبعض الأذهان حينما يسمعون تلك الأحاديث ما هو السر؟ ما هي الغاية؟ ما هي الحكمة؟ من نهي الرسول عليه السلام من المسلم من مخالطة المشرك هناك حديثان من المناسب ذكرهما كجواب عن هذا التساؤل الأول قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل باع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريمة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا في المجلس المصغر مجلس مصغر تجلس مع إنسان واحد فرد فيقول لك إن كان صالحا فمثله كمثل باع المسك إلى آخر حديث أو كان طالحا فكالحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريمة الحديث الثاني الذي يؤكد الحديث الأول والواقع أيضا يريده تحقيدا وهو مراه الإمام مسلم وربما البخاري أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتل رجل ممن قبلكم تسعة وتسعين نفسا ثم أرد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه وقال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال قتلت تسعة وتسعين نفسا وتسأل هل لك من توبة لا توبة لك فأكمل به عدد المئة ثم لم يزل يسأل حتى دل على عالم هو من قبل دل على راهب أي متعبد جاهل فأفتاه بجاله فكان عاقبة أمره أن ألحقه بالسابق من القتلى في المرة الثانية دل على عالم فجاءه قال له أنا قتلت مئة نفس بغير حق أهل من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء هنا الشاهد بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح آلها فانطلق إليهم إلى تمام الحديث وهو معروف إن شاء الله أشاهد أن هذا الرجل العالم متفقه بفقه هذا الحديث أو هذه الأحاديث وهذا لا يمنع أن هذه الأحاديث حدث نبياء الرسول عليه السلام لا يمنع أن يكون هذا من فقه الأنبياء من قبل عليه السلام لأنهم جميعا كانوا يستقون من مشكات واحدة فإذا هذا العالم فاهم هذه الحقيقة أن الجو الموبوء فهو قد يعد الشخص الصالح فيما إذا خالطه وهذا مثاله من النواحي المادي المرضي الأمراض التي تتعدى ولذلك فجاء هنا الحج الصحي المعروف اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدته بالحديث المعروف إذا وقع الطعوم بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع الطعوم في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها وهكذا إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم على المسلمين أن يستوطنوا بلاد الكفر إنما هو محافظة على عقدتهم على عبادتهم على سلوكهم فلهذا أوجب ليس على المشركين هذا أمر مهم جدا أيضا وربما قل ما تعرضت له حينما نتكلم عن مثل هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط أو الشهر الحكيم أوجب على المشركين إذا أسلموا أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام بل أوجب على الأعراب أن يهاجروا من بداوتهم إلى حضرهم هذا فيه أيضا مراعاة نفس المعنى لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث من بدى جفى فإذا عاش الأعراب بعد أن تلقنا التوحيد وتعلم ما يجب عليه لتصحيه إيماني وإسلامي ثم رجع إلى باذيته وعاش فيها فقد يتأثر بالجفاء الذي هو من طبيعة الأعراب فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حض الأعراب أولا على أن يعودوا حضرا ثم ربط بذلك حكما شرائيا وهو أنهم ليس لهم حق في المغامل التي يغنمها المسلمون بسبب مقاتلة الكفار فأولى وأولى وأولى أن يجب على المسلمين أن يجموا ديارهم وأن لا ينتقلون إلى بلاد الكفر والشرك والضلال وبخاصة في هذه الأيام لأنكم تعلمون بأن اليهود والنصارى وإن كانوا ظلين بسبب انحرافهم أولا عن التوحيد الذي بلغه معنى بيائهم ثم بسبب كفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم مع ذلك كانوا على شيء من السلوك الحسن والأخلاق الطيبة وإلى آخره ومن كان في سن أو قريبا منه فهو يعلم أن نساء النصارى في بلاد الإسلام كنا يتحجبنا بحجاب أحسن من كثير من المسلمات اليوم ومعنى هذا الكلام أن أهل الكتاب ما كان انتشر فيهم الفسق والفجور والخلاعة الانتشار الذي أخذ يشكو منه العقلاء العقلاء إن كان فيهم عقلاء من هؤلاء الكفار في بلادهم فلذلك كيف يجود المسلم أن يعرض نفسه لهذا المجتمع الموبوء بالتفسخ الخلقي والتحلل الخلقي هذا هذا ما عندي جوابا على خسوات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ وَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ وَالْوَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا ذرة فقد